هذه الرفوف هي الأكثر تأثرا في تحليق الدولار ووصوله إلى مستويات قياسية فالسوبرماركات تغير تسعيرتها أقله مرة يوميا والسبب القفزات المتتالية والكبيرة لسعر الصرف واللوائح المتغيرة من التجار منذ أسبوعين إلى اليوم ارتفعت أسعار المواد الغذائية نحو 20% وهذه عينة صغيرة عن أسعار بعض المواد الأساسية التي زادت لتصبح على الشكل الآتي الزيت كان 620 ألف ليرة ليصبح 750 ألف ليرة الرز كان 43 ألف ليرة ليصبح 55 ألف ليرة الحليب كان 175 ألف ليرة ليصبح 335 ألف ليرة البيض كان 175 ألف ليرة ليصبح 220 ألف ليرة البن كان 87 ألف ليرة ليصبح 103 ألف لكن المستهلك بات عاجزا أمام تقلبات الدولار والأسعار فما أبرز السلع التي استغنى عنها ضواء غسيل وشامفوان وطويلت بيبر والضواء الجالي كثير أشياء عم نقي أرخص أنواع تنجيبها جنبون هيك أشياء قلبين وأجبان خففنا اللحمة صرنا عم ناكل أقل بالجمعة وبعض أنواع القهوة الأجبان الأجنبية الكثير طيبية اللي ما بقى فينا نشتريها الشوكولات، القطويت، الفويك الغالي، اللحمة السمك، كل شيء لكس يعني مثلا في فويك كتير كنا نجيبها مثلا مثل الأشطاء مثلا كنا نجيب حلو على البيت برنديات معينة صلنا نستغني عنهم 70% من الأشياء عندك أصناف كتير استغنينا عنهم كل شيء بدرسوا كلهم عندهم أي سوبر ماركت بتفوتوا عليه عنده أوفريت بتنقل أوفريت بتنقل لي عاتيني السوبر ماركت بعد معاينة ميدانية يبدو أن المستهلك بدأ يتخلى حتى عن المواد الأساسية التي يستهلكها يوميا